اسم الدرس الفعل الماضي مع أنتما هما هما يصرف الفعل الماضي مع أنتما وهو ضمير من ضمائر المخاطب الخمسة وهي أنت أنت أنتما أنتم أنتنا بضم ما قبل الآخر وفتح آخره كأن نقول أنتما أكلتما أنتما شربتما أنتما خرجتما إذا نظرت إلى نهاية الأفعال المصرفة لوجدتها كلها انتهت بضم تو وفتح ما فالفعل الماضي إذن إذا وقع تصريفه مع أنتما يعرب الفعل بوصفه فعلا ماضيا مبنيا على السكون لاتصاله بتاء متحركة وفتحة يصرف الفعل الماضي مع هما للمثنى المؤنث والمذكر الغائبان وهو ضمير من ضمائر الغائب الخمسة وهي هو هي هما للمذكر والمؤنث هم هن بفتح ومد بالألف مع هما للمثنى المذكر كأن نقول هما أكل هما شريبة هما خرج هما دخل إذا نظرنا إلى نهاية الأفعال المصرفة لوجدناها كلها تنتهي بتاء مفتوحة وممدودة التمرين الأول أكمل ما ينقص الأفعال المقترحة داخل الجمل أولا أنتما نظف الأسنان قبل النوم ثانيا رباب وأختها قلم الأظافر ثالثا الوالدان أمر ابنهما بالاغتسال قبل النوم الإجابة أولا أنتما نظفتما الأسنان قبل النوم ثانيا رباب وأختها قلمتها الأظافر ثالثا الوالدان أمر ابنهما بالاغتسال قبل النوم التمرين الثاني أسند الجملة كنس الغرفة وفرش البصاط إلى أنتما هما للمذكر هما للمؤنث الإجابة أنتما كنستما الغرفة وفرشتما البصاط هما كنسا الغرفة وفرشا البصاط هما كنستا الغرفة وفرشتا البصاط التمرين الثالث أكتب الفعل في زمن الماضي وأسنده إلى هما مؤنث حدث الصرار بعد ذلك ليعسوب وقال متحدثا عن النملتين العاملتين هما ما لعب في فصل الصيف وما خرجا للنزهة كسائر الحشرات وجمعا كل المدخرات من الحبوب وما تعبا من العمل كل الوقت لو كنت مكانهما لشبعت نوما الإجابة حدث الصرار بعد ذلك ليعسوب وقال متحدثا عن النملتين العاملتين هما ما لعبا لعبت في فصل الصيف وما خرجا خرجت للنزهة كسائر الحشرات وجمعا جمعتا كل المدخرات من الحبوب وما تعبا تعبتا من العمل كل الوقت لو كنت مكانهما لشبعت نوما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر